موسيقى مرحبا بكم وتسبعينا الأوفياء معكم المعلم زهير نتمنى من الله تكونوا بألف خير نتمنى هذا الفيديو لقاكم بكامل سوف تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نمر الخدمة دينا كما تشاهدوا أمامكم الصورة ديال فيديو الملاقية ديال القصيبات واليوم نعطيكم طريقة مختلفة طريقة يعني عملية أكثر كنحتاجوا للقصيبات النمرة واحد قصيبات مهرسين كما تشوفوا ندرك لكم هنا دلون جرونة مع البورتوقال بشي بلكم الحجم ديالهم سوف نخدمه باللون ديال بياسة يعني لون ديال الحرير كنحتاجوا كذلك الإبر النمرة 11 كنحتاجوا للحرير ديال القصبة كيكون على أربعة ديال الشعرات كنبرموه على جوش الشعرات كما تشوفوا برامخ سوف نمر الخدمة كما تشاهدوا يعني على طول الهبطة الخدمة من الفوق تل تحت هنا بنيت ثلاثة ديال الغراز كنحتاجوا باللون ديال الغراز عندي هنا من الفوق تل تحت ولكن سوف يجيني مائل على حسب سوف نعمر فيه أربعة ديال الغراز ديال الرندا يعني ما نجيبوش هنا نطولوه بزاف أو نجيبوه هنا نديروه قصير يعني بهذا ديال الغراز سوف نجيبوه هنا للواسط كما تشوفو وسوف نتبت الخيط ديالي بأول دقة في التوب بعد ما كنتبتوه بهذا الدقة في التوب لاحظوا معي مزيان وتبعوا معي مزيان باش تفهموا التقنية اللي عندنا مختلفة شتو العامود ديال الغراز بقى النواق فين البداية يعني ما مصروفش وفي نفس الوقت هنا سوف نزيد الضقة الثانية كما تشوفو مباشرة احد الضقة الاولى اللي تبت بها الخيط التقنية هنا تختلف على الخطبال اللي خدمتلكم سابقا نديرو الخيط الدائري في هذا الاتجاه ونبدأ كنحبك هذا الخيط ديالي يعني من هنا ما هذا الجانب تلجيها الفوق سوف نحبك العدد يعني ما نحسبش العدد ديال الحبيك سوف نعمر الخيط ديالي بالحبيك تل نهاية يعني ويكون الحبيك ممتقوق وممزير بزاف وفي نفس الوقت ما مرخوف لاننا نهزو العوينات دياله من بعد في الخطوة موالية تشتم بعد ما عمرت يعني الخيط الاخير هنتبت هنا هذا الحبيك ديالي باش ما يبقاش طالع هواد في ذاك الخيط اللي خدمت فيه الحبيك يعني كنتبته هنا بهذه الغرزة يعني الحبيك ديالنا ديالي سوف ناخد أول حبة ديال القصيبات مهرسين كما قلت لكم ونركبوها وندخلوها للآخير ديال الفتلة ديالنا هنتم ما كنوصلها بحال هنا أو يعني كنخليها في الإبرة يعني ونخدم مباشرة يعني نلحبيك دا بغد يحصل لنا العقيقة عكس اللي كنت ندرنا بالخيط يعني كنبني العقيق فوق الخيط هنتم هنا كنتبت تبدأ الغرزة كنتبت أول العقيقة ونجبد هنا هذه الخيط اللي بداية يعني ما زال سنهززه من بعد بغرزة يعني في الخطوة الموالية ثم ناخد العقيقة الثانية ديالي نفس الشيء سنركبها في الإبرة ونضيع الخيط الدائري في الاتجاه الفوق كما ترونه ونربط يعني العقيقة الثانية نفس الشيء يعني في هذه العوينات ديال الحبيك نربطها بالغرزة ديال الحبيك هيا تجد المكان ديالها الجنب الأولى يعني يعني العبار ونفس القياس هذه الناخد كذلك العقيقة ثالثة نفس الشيء سنقوم سنخدم يعني هنا هذه العوينات قبل الأخيرة كما ترونه ونجد أخر العوينات الحبيك وناخد اللي قبل الأخيرة فيها سنركب العقيقة ثالثة كما ترونه دابا سنخدم العقيقة الرابعة لأننا سنخدموها على 4 ديال العقيقات كبيرة ستكون في الحجم الخدمة والتقنية اللي كنا ندرنا في الأول كما ترونه هنا آخر العوينات للحبيك نركب فيها بالغرزة يعني آخر العقيقة يعني صفيت دابا 4 ديال العقيقات ديالي هنا كنا ندرنا ثلاثة في السابق دابا بنسبة للأخوات اللي كي بغيوا حجم يعني يكون أكبر من الأول ممكن يخدمو بهذا الطريقة وبهذا تقنية كما كتشوفو كنرجعو نرفعو يعني ذاك الخيط اللي بين العقيقات ديال الغراز كنهزوه بحال هكا بالغرزة كما كتشوفو الفوق كننوقفو العقيق ديالنا كيتصاف في المكان ديالو كيبقى متبت يعني متراس مع بعضياته كما كتشوفو كنوصل هنا كننخذ ذاك العوينة اللي كنت بديت بها في الاول تاهية كنهزها كذلك بالغرزة الاخيرة هنا دابا لاحظوا بعايا شنو هندير هندير دابا الخيط الدائري الجيهة التحت وغادي يعني ننظم الخدمة ديالي ونتلقها في الدي وغادي نشوف المكان اللي واقف فيه وغانتبت الخدمة ديالي بالدقة ديال التوب في الجهة الفوق كما كتشوفو نسل الشيء اللي درت التحت سنعود بدقة ثانية جنب الاولى مباشرة ثاني ويجيوا متلاسقين مع بعضياتهم دابا الخيط الدائري التحت لاننا لما سنربطوش الغراز لاحظوا مزيلا سنأخذ اول عوينة بين الغرزة قبل الاخيرة والغرزة الاخيرة سنأخذها بحبكة نفس الشيء العوينة الثانية سننهزها بحبكة كذلك بالحبكة لاحظوا لاحظوا نعمروا الغراز بالحبكة ونجمعهم مع بعضياتهم كما كتشوفو هذه العوينة الثانية الثالثة التي سنقوم بحبكة التي سنقوم بحبكة الثالثة سنقوم بحبكة لاحظوا معي نفس الشيء هنا هذه العوينة الأولى كذلك سننهزها بالحبكة سيطلب علي واحدة الثالثة ضرورة سنزيدها في الآخر لتوصل إلى المساة للخدمة بعد أن نقوم بحبكة وهي هذه العوينة هذه الخوية التي ستكون وراء العقيقة الأولى كما ترى التي تربطت به العقيقة الأولى بأول الثالثة فهو بغرزة في الاخير يعني ماشي يحبك دابا نفس الشيء غدي نتاقل يعني الجهة التحت وغدي نمشي بنفس المسافة نفس العبار ديال الفراغ اللي نقصت هنا يا في الاول يعني نفس الطول ديال الخيط اللي غدي نعمره بالحبيك هنحاول نحافظ على نفس العبار ونفس المسافة اللي خدمت في الحبة الاولى دابا هنا يا أنا نضيق الخيط شوية اللي ستجمعه كما تشوفه وهذا نزيد الدقة الثانية مباشرة احدى الدقة الاولى باش الحبيك ديالنا ما يتقلبش باش يجي واقف من بعد غدي نحتاج العوينات دياله يعني ما نلقى واش ملوي او راجع للدهر ديال الخدمة هذا الشي ندير هاد الغرزة التانية منها كان تبتو داك الخيط ومنها كان نعمره الحبيك ديالنا مسرح كي يجي في الوجهة الخدمة مطلوق كما كتشوفه يعني كان بقى مستمر في الحبيك تالاخير ديال الخيط ومنها كان نوصل الى هنا نعمر الحبيك ونسالي الحبيك ديالي خصني نتبت دابا الحبيك باش ما يرجع ليش هنا في هذا الخيط يعني يبقى يطلع ويهبط من بعد كان تبتو ضروري هنا بهذه الغرزة كي ما درت اول حبة كنت شديت ذاك الغرزة يعني من الراندة ديالي اللي كنت بنيت في الاول نفس الشيء دابا ناخد اول عقيقة وغادي نستمر في الخدمة ديالي عادي كنكمل الخدمة نفس التقنية ونفس الطريقة اللي وريتكم يعني في الحبة الاولى كانتوما العقيقة ديالي ما اندخلاشت الاخير ديال الفتلة باش نربطها بغرزة كما كتشوفو وكنحافظ على هاد العوينة اللي كنت بديت بها في الاول تبقى باينة في الخدمة وغادي ناخد العقيقات تانية نفس الشيء غادي نبقى نهزهاد العوينات يعني ديال الحبيك وما غادي ندحسش يعني الخدمة في الاول وغايبقى ليش يطلي الحبيك في الاخير ونركبت ربعة العقيقات يعني عيني ميزاني انا بقى ننقذ عوينات الحبيك وناخد العوينات تانية يعني نركب فيها العقيقة الموالية كما تشوفوا ركبت لاتة العقيقات هذه العقيقة الرابعة كنخليها محصورة في الإبرة أنا بلما كنهبطهاش يعني في الفطلة هانتوما كتبقى في الإبرة وكتجي في المكان ديالها دبا غادي نرجع كنهز هنا يا هاد يعني الخيط اللي بين العقيقات ديالي كنوقفوه يعني بهذا الغوراز باش كتبت الخدمة ديالي وكتوقف يعني وتولي يعني شدة راسها يعني وعقيق شد الأماكن دياله بني كنوصل كما قلت لكم اللي هنا كناخددك العوينة اللي كنت بديت بها يعني في أول عقيقة هنا يا كنهزها كذلك بغرزة دبا كنوصل لهذه النقطة كنتبت الخدمة ديالي مع الجهة المقابلة ديال التوب وكنتبت الجهة الفوقانية يعني قبل ما ندير الدقة يعني باش نتبت الزواقة ديالي كما تشوفوا كنتبت هنا يا الخدمة ديالنا وكنا نعودوا ندير الدقة تانية في التوب نفس الشيء كما نديرنا في السابق وفي الجهة التحت مباشرة سوف نهزنا يا أول عوينة بين الغرز ونهزها بالحبكة الأولى يعني ما نربطش الغرز كما قلت لكم سوف نستمر بحالها كنهز العوينات ديال الغرز ونحبكهم تل آخر يعني كتجي الحبيك عندها من الجهة التحت يعني تحت العقيق وفوق العقيق كيبان ذاك الخط غادي محبوك يعني كتجي الخدمة ديالنا عندها نفس المنظر ونفس النظرة وجمالية ديال الحبيك كما الجهة التحت كما في الجهة الفوق هنا سوف نأخذ هذا الخيط اللي وراء العقيقة الأخيرة اللي كنت خدمت هناك سوف نتبته هنا بالغرزة يعني ماشي بالحبكة باش سوف نتاقل دبا الزواقة الموالية كما كتشوفوا كنتلقوا الخدمة ديالنا هيا بذات كتبان يعني الشكل ديالها نفس الشيء كنستمر تل آخر ديال الهبطة ديالنا كما كتشوفوا الشكل ديال الحبيك كي يجي عاطي واحد من درازوينا ربحا للواقس كما كتشوفوا نخدم جوج حبات يعني غيباش يبال لكم الشكل ديال الخدمة ديالنا كيفاش كتتجي كتجي يعني شي حاجة رائعة ومميازة هات الفارغات اللي غادي بقاو لكم في الجوانب يعني ممكن يعني غيت تفسخوا يعني نشابة أو تنبال ديال الجوانب ديال الهبطة غادي نردو التوب اللي عدنا من التحت ديال الهبطة هنردوه تحت الخدمة كما كتشوفوا يعني غنقلبوا البياسة من الظهر ديالها وغنطلقوا دك سنتيم ديال نشابة أو سنتيم ونص وغادي ننبلوه يعني في الظهر ديال الخدمة مع الجيهة ديال التوب اللي مطوية في الجيهة المقابلة وبهذا نكون نغطينا الفارغ موسيقى موسيقى